الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 عطل في دائرة حاقن الاستوان عشر ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أضرازه يعني P02100NPCM قد اكتشف خطأ في الحاقن أو الأسلاك في الحاقن إنه يراقب الحاقن وعندما يتم تنشيط الحاقن تتوقع PCM رؤية الجهد نخفضا أو قريبا من الصفر عندما يتم إيقاف تشغيل الحاقن تتوقع PCM رؤية جهد قريب من جهد البطارية أو مرتفع إذا لم يرى الجهد المتوقع فسيقوم PCM بتعيين هذا الرمز يراقب PCM أيضا الاستقرار في الدائرة إذا كانت المقاومة منخفضة أو عالية بشكل مفرط فستضع هذا الرمز الأعراض المحتملة من المحتمل أن تكون أعراض هذا الرمز غير صحيحة ومحرك تشغيل خشن تسارع ضعيف كما سيتم إضاءة M.A.L. الأسباب يمكن أن تكون أسباب رمز ضوء محرك P.02.1.0 مما يلي سوء الحاقن عادة ما يكون هذا هو سبب هذا الرمز ولكن لا يستبعد إمكانية أحد الأسباب الأخرى فتح في الأسلاك إلى الحاقن قصير في الأسلاك إلى الحاقن بد PCM possible solutions أولا باستخدام DVOM تحقق من مقاومة حاقن إذا لم يكن ضمن المواصفات فاستبدل الحاقن تحقق من الجهد عند موصل حاقن الوقود يجب أن يحتوي على 10 فولت أو أكثر افحص الموصل بصريا نبحثا عن أي تلف أو أسلاك مكسورة افحص الحاقن بصريا نبحثا عن التلف إذا كان بإمكانك الوصول إلى جهاز اختبار الحاقن فقم بتنشيط الحاقن ومعرفة ما إذا كان يعمل إذا كان الحاقن يعمل فمن المحتمل أن يكون لديك إما فتح في الأسلاك أو حاقن مسدود إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى أحد المختبرين فاستبدل الحاقن بأخر وحصل على ما إذا كان الرمز يتغير إذا تغير الرمز فقم بتغيير الحاقن في PCM قم بإزالة سلك السائق من موصل PCM وقم بتأريد السلك تأكد من أن لديك السلك الصحيح إذا لم تكن متأكدا فلا تحاول يجب تنشيط الحاقن استبدال الحاقن